وهذا هو القسم الثالث من حديثي في أجوائي علامة حائط مسجد الكوفة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى تشخيص موضع دار عبد الله بن مسعود لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقتين الماضيتين كي أن تفع من وقت هذه الحلقة هذه العلامة المهمة على الأقل من وجهة نظري لا أدري هل تعتبرونها مهمة أم أنها ليست مهمة في نظركم تلك هي مشكلتكم ما هي بمشكلتي الاهتمام بهذه العلامة وبغيرها من الأمور المماثلة التي ذكرت في أحاديثنا في شؤون الغيبة والظهور الاهتمام بهذه العلامة وأمثالها علامة واضحة تشير إلى أن المهتمين بهذه العلامة وأمثالها في الثقافة المهدوية هم في المسار الصحيح في مسار التعظيم وليس في المسار الخاطئ الأعواج في مسار التقزيم الذي هو مسار مراجع حوزة النجف وكربلاء عنواننا واضح المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هناك مسار التعظيم وهناك مسار التقزيم مسار التقزيم هو المسار الذي لا يعبأ بهذه العلامة وأمثالها أصحاب مسار التقزيم يضعفون هذه الأحاديث بل لا يعبؤون بها بغض النظر أكانت صحيحة من ودشة نظرهم أم كانت ضعيفة بحسب موازين علم رجالهم الناصبي لا يعبؤون بأحاديث الشؤون المهدوية في الوقت الذي يضحكون على الشيعة من أنهم نواب للمهدي وفي الوقت الذي باسم نيابتهم للمهدي يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان يتخذون منهم حميرا كائنات ديخية الشيعة فرحون بذلك لا شأن لي بشيعة الفرحين باستحمارهم من قبل هؤلاء الدجالين الكذابين إنهم مراجع النجفي وكربلاء مراجع مسار التقزيم مسار التعظيم هذه علائمه هذه خصائصه الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أتحدث عن شؤون الغيبة وأتحدث عن شؤون الظهور من هنا كان الاهتمام بهذه العلامة التي قد يرها البعض لا قيمة لها لا أهمية لها خلاصة القول الاهتمام الاهتمام بهذه العلامة أعني علامة حائط مسجد الكوفة وبأمثالها من الشؤون المهدوية الأخرى علامة واضحة على أننا نسير في مسار التعظيم ومن أننا بعيدون جدا عن مسار التقزيم الذي هو مسار مرجئة النجف مسار بترية حوزة الطوسي التي تأسست سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ولا زالت على بتريتها ولا زالت على مرجئيتها ولا زالت على تقصيرها بل هي تزداد يوما بعد يوم في ضلالها وابتعادها عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه واقعهم العقائدي وحياتهم الدينية ودروسهم الحوزوية وفضائياتهم وخطباؤهم الحمير على المنبر الحسيني كل ذلك يحدثنا عن هذه الحقيقة إنها الحقيقة التي أرددها دائما في برامجي من أن إمام زماننا مشرق ومن أن الشيعة بقيادة مراجع النجف وكربلاء مغربون وكلما تقدم الزمان كلما ذهب الإمام مشرقا بعيدا وذهب المرجئيون البتريون في النجف وكربلاء مغربين بعيدا بعيدا قد يقول قائل ما الدليل القطعي الواضح على حقيقة المعلومات التي ذكرت في الحلقتين الماضيتين بخصوص علامة حائط مسجد الكوفة من قال إن المعلومات التي ذكرت كانت صحيحة ودقيقة بحسب الإمكان العقلي العام يمكن لقائل أن يقول هذا إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع من هذه العدسة من عدسة الإمكان العقلي العام يمكن أن يطرح هذا الاحتمال ولكن في الجهة الأخرى يطرح الكلام نفسه ومن قال إن المطالب التي بينت ليست دقيقة وليست صحيحة أيضا أقول هذا الكلام من خلال العدسة نفسها من خلال عدسة الإمكان العقلي العام فإذا قال قائل من قال إن الكلام الذي ذكر في الحلقتين الماضيتين صحيح ودقيق أقول أيضا ومن قال إن الكلام الذي ذكر في الحلقتين الماضيتين ليس دقيقا وليس صحيحا حتى إذا أردت أن أفترض أن المطالب التي بينت في الحلقتين الماضيتين وما سأبينه في هذه الحلقة حتى إذا افترضت أن الكلام ليس صحيحا جملة وتفصيلا بالنتيجة إنني تحدثت وفقا لمعطيات إنني ما تحدثت من خيال ولا تحدثت من فراغ إنني تحدثت عبر معطيات وهذه المعطيات لها مصادرها المعروفة وقد فصلت القول فيما تقدم في الحلقتين الماضيتين ولكنني أقول مع ذلك اعتبروا هذا الحديث حينما تتابعونه وحينما تستمعون إليه اعتبروه كبرامج الفضائيات الشيعية التي تتناول التحليل السياسية والتحليل الاجتماعية والتحليل الاقتصادية الى كثير الى كثير من الموضوعات التي اذا اردنا ان نقيمها بميزان علمي صحيح او بميزان ديني قويم فانها في احسن احوالها اتحدث عن تلك البرامج وتلك التحليلات فانها في احسن احوالها هراء في هراء في هراء فاعتبروا حديثي هراء في هراء في هراء مثل ما تستمعون الى كل ذلك الهراء هذا تحليل مهدوي فاعتبروه هراء كهراء التحليل السياسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الاقتصادي وفي بعض الاحيان يكون التحليل لا ندري ما هو ومع ذلك فاننا نشاهد تلك البرامج ونتابعها ونستمع اليها ونقضي وقتا طويلا في متابعتها وهي في الحقيقة هراء في هراء في هراء فاعتبروا هذا الحديث هراء في هراء في حوزة النجف حينما يدرس المراجع والفقهاء يدرسون علم أصول الفقه في أبحاث الخارج في الدروس العالية في الحوزة الدورة الدورة الأصولية قد تستمر إلى خمس سنوات وربما إلى سبع سنوات وربما تكون أطول من ذلك إذا أردنا أن نقيمها بموازين العترة الطاهرة هي ضلال في ضلال لكننا إذا أردنا أن نغض الطرف عن الضلال فإنها هراء في هراء تمر الأيام وربما الأسابيع ويوميا يأتي المرجع يأتل المنبر ويبدأ في هرائه لمدة ساعة ويستمر أياما وربما أسابيع وبعد ذلك يقول لهؤلاء المستحمرين والمستحمرين الذين يحضرون درسه يقول لهم وهذا البحث لا طائل تحته يعني لا فائدة فيه كان مشغولا هو فيه وكذلك الذين استحمرهم في درسه هذا من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء من الذين يكتبون ويقررون هراءه يقول لهم بعد أيام أو بعد أسابيع هذا البحث لا طائل تحته ومع ذلك يكتبونه ويقررونه وحينما تطبع التقريرات يطبع ذلك الهراء الذي لا طائل تحته وحينما يتصدى تلاميذه للتدريس أيضا يدرسون المطلب الذي لا طائل تحته مرة أخرى كي يستحمر مجموعة جديدة من المعممين المستحمرين في حوزة النجف وكربلاء فهم مستحمرون وفي الوقت نفسه مستحمرون مستحمرون من قبل المراجع وهم أيضا يستحمرون أنفسهم لو لم يستحمروا أنفسهم لم استطاع المراجع أن يستحمروهم لما صاروا مستحمرين عند المراجع هم في البداية يستحمرون أنفسهم وبعد ذلك يستحمرهم آية الله العظمى المرجع الأعلى إذن لماذا يا أيها المرجع الفهيم البهيم تقضي وقتك في بحث لا طائل تحته لا فائدة فيه يقول إننا نسير على منهج أساتذتنا يعني أن الأساتذة كانوا على هذا المنهج الاستحماري يقضون الأيام والأسابيع في كلام لا فائدة فيه صدقوني هذه الحقيقة تتكرر على طول السنين وعلى طول الشهور في حوزة النجف وكربلاء وهذا الأمر موجود في كتبه أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة أنا أتحدث أمام الكاميرات وهذا البث بث مباشر يشاهدونني في النجف وكربلاء يتابعون هذا البرنامج إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا وليس دقيقا فليكذبوني فليكذبوني وإذا ما تورط أحدهم وأراد أن يكذبني فإنني سآتي بكتب المراجع بكتب مراجعهم الأموات والأحياء وسأخرج لكم الأبحاث التي كتبوها وقالوا من أن الأبحاث هذه لا طائلة تحتها لا فائدة فيها هذه القضية موجودة بشكل منتشر واسع في كتب مراجع النجف وبعد ذلك يأتوننا ويقولون من أننا نشخص الأعلم وفقا لعلم الأصول لهذا العلم الذي يبحث بهذه الطريقة السخيفة لماذا لماذا كل هذا السخف لأن الأساتذة قبلنا بحثوا هذا نرث السخافة من أساتذتنا ونورثها للطلبة الحمير القادمين يذكروني هذا ببيت مشهور للشاعر الجاهلي دريد ابن الصمة حين يقول أنا من غزية إن غوت غزية قبيلته وهي من فروع قبيلة هوازن كان شيخهم دريد ابن الصمة كان شيخهم يقول أنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي فأنا أقول أنا من حويزة الحويزة تصغير للحوزة حويزة تصغير لحوزة لسان حالهم هو هذا أنا من حويزة إن غوت غويت وإن ترشد حويزة أرشدي لكن حويزة لا تعرف الرشاد لا تعرف الرشاد لأنها بقيت في جاهليتها لا تعرف إمام زمانها وقد أثبت ذلك لكم حينما حدثتكم عن الأعلم الذي عينه السيستاني من بعده حين حدثتكم عن إسحاق الفياض وأثبت لكم بالأدلة الواضحة من أن الرجل ليس عارفا بإمام زمانه وليس عارفا بشؤون إمام زمانه هذا هو الأعلم في النجف إنهم يعيشون في جاهلية مستمرة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا عن الموت وعن الحياة يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من بات ليلة 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 واحدة من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية وهؤلاء يعيشون إلى التسعين أتحدث عن أعمارهم يصلون إلى التسعين ويتجاوزون التسعين في أعمارهم وهم لا يعرفون إمام زمانه واقعهم يصدق ما أقول كتبهم عقائدهم فتاواهم أبناؤهم أصهارهم وكلاؤهم فضائياتهم كل ذلك ينبئ عن عدم معرفتهم بإمام زمانهم يعيشون في جاهلية جهلاء ويموتون على جاهلية جهلاء هذا هو واقع حوزة النجف إنني ما سمعت عن مرجع من المراجع تراجع عن دينه وعقيدته التي بنيت وفقا لعقيدة الأشاعرة والمعتزلة ما سمعت أن مرجع من المراجع تراجع عن منظومة العقائد التي بنيت على أن أصول الدين خمسة ما سمعت أن مرجع من مراجع الشيعة تراجع عن هذه العقيدة التي بحكم القرآن هي عقيدة كافرة بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة لأن الآية هذه جعلت بيعة الغدير أصل الأصول وهم يجعلون الإمامة من أصول الدين لكنها بدرجة الفرع لأنها من أصول المذهب يضحكون على الشيعة يقولون لهم إن الإمامة من أصول الدين لكنهم في الحقيقة لا يعتقدون ذلك فإن الإمامة من فروع الدين الدليل سلوهم الذي ينكر الإمامة يخرج من الدين أو لا سيقولون لكم لا يخرج من الدين لو كانت الإمامة من أصول الدين لكان منكرها خارجا من الدين لكن سلوهم عن المعاد الذي ينكره يخرج من الدين أو لا سيقولون لكم إنه سيكون خارجا من الدين لماذا؟ لأن المعادة من أصول الدين عند الأشاعرة عند النواصل فأصول دينكم يا أيها الشيعة هي أصول دين الأشاعرة ما هي أصول دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيعة الغدير ترفض دينهم وترفض عقيدتهم أتحدث عن بيعة الغدير بمضمونها الذي بايعنا عليه لا أتحدث عن بيعة الغدير التي نقضها مراجع النجفي وكربلاء ويقولون من أنهم على بيعة الغدير وهم ناقضون لها الحكاية طويلة أعود إلى هذه العلامة المهمة إنني أتحدث عن علامة حائطي مسجد الكوفة الاهتمام بها هو علامة تشير من أننا في مسار التعظيم سائرون نذهب إلى أفاصل أقرأ عليكم الرواية التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية مرة أخرى إنني أقرأ من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة بسنده عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان بني العباس أما إن هادمه لا يبني الكلمة المهمة والمهمة جداً كلمة الهدم بينت لكم معناها من خلال ما جاء في الكتاب الكريم في الآية الأربعين بعد البسملة من سورة الحج وأخذت نماذج من حديث سيد الأوصياء في نهج البلاغة الشريف وذكرت لكم بيتاً من الشعر لبشار بن بورت متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم وأنا انتقيت هذا البيت انتقاءاً لماذا؟ لأن بشار بن بورت كان معاصراً لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فالاستعمال اللغوي هو هذا فبشار بن بورت شاعر وأديب معروف فاستعمل الهدم في الهدم الجزئي فالهدم قد يكون هدماً كلياً وقد يكون هدماً جزئياً مثلماً جاء في هذا البيت الذي يضرب مضرب الأمثال لبشار بن بورت إمامنا الصادق ولد في سنة اثمانين للهجرة واستشهد سنة مية وثمانية وأربعين للهجرة بشار بن بورت ولد سنة ستة وتسعين للهجرة وقتله تعذيباً بالسياط المهدي العباسي سنة مية وثمانية وستين للهجرة حكموا عليه بالزندقة لا شأن لنا به نحن نتحدث عن الفترة الزمانية التي كان فيها هذا الشاعر فهو مولود سنة ستة وتسعين للهجرة وقتل سنة مية وثمانية وستين للهجرة وإمامنا الصادق ولد سنة ثمانين للهجرة واستشهد صلوات الله عليه سنة مية وثمانية وأربعين للهجرة فزمان الرواية التي استعملت هذا التعبير إذا هدم هو زمان هذا البيت الذي قاله بشار بن برد في الفترة نفسها في الزمن نفسه الهدم على مستويين هدم كلي إزالة للبناء وهدم جزئي وهو التخريب وقرأت عليكم رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قرأتها عليكم من الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري جاء فيها وخرب جامع الكوفة من العمران وشرحت ذلك لكم لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم كي أن تقل إلى نقطة جديدة في هذا الحديث إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان ملك بني العباس أما إن هادمه لا يبني أعتقد أن الصورة صارت واضحة ومن مختلف الاتجاهات التي ترتبط بهذا الموضوع من خلال الرواية التي قرأتها عليكم ما تقدم من بيانات في الحلقتين الماضيتين وما تم ذكره في هذه الحلقة لحد الآن وضع بين أيديكم مجموعة كبيرة وواضحة من المعطيات التي تستطيعون من خلالها أن تشخصوا موقفكم ومع ذلك فإنني سآتيكم بمثال لا أريد أن أطبق الرواية عليه تطبيقا كاملا إنما آتيكم بمثال باب الحجة هذا الباب الذي هو في الحائط الغربي من مسجد الكوفة هذا باب كما قلت لكم بني وأسس في التسعينات في تسعينات القرن الماضي قبل ذلك إذا رجعنا مثلا إلى الثمانينات إلى السبعينات وما قبل ذلك كان الحائط هنا ملتئما لا يوجد باب في التسعينات في زمن الحكومة الصدامية هدموا الحائط وفتحوا بابا فالهادم هنا الذي هدم حائط المسجد قد بناه الرواية ماذا تقول أما إن هدمه لا يبني هذا يعني أن الرواية لا تنطبق على عملية الهدم التي مرت في التسعينات وبعدها فتح وأسس هذا الباب الذي يعرف بباب الحج في زماننا هذا حدث خلل في حائط مجد الكوفة من الجانب الغربي بينت لكم في الحلقة الماضية حينما شخصت لكم بحسب القرائن والمعطيات التي طرحتها شخصت لكم موضع ومحل دار بن مسعود فقلت لكم إن مؤخر المسجد الذي يتوقع فيه أن يكون الهدم إما أن يكون الحائط الجنوبي وهو الحائط القبلي وإما أن يكون الحائط الغربي الحائط الغربي الذي فيه الآن باب الحج حدث خلل في حائط مجد الكوفة من الجهة الغربية وهذا الخلل حدث بالقرب من باب الحجة بالنسبة للداخل إلى المسجد من باب الحجة فإن الخلل سيقع عن يسار الداخل ويقع عن يمين الخارج من مسجد الكوفة من هذا الباب من باب الحجة هذا الخلل متى حدث حدث في 29 سبعة 2013 ميلادي تحديدا في شهر رمضان وبشكل مشخص في ليلة التاسعة عشر من شهر رمضان إنها أول ليلة من ليالي القدر بحسب ثقافة العترة الطاهرة هناك عدة ليال في ثقافة العترة الطاهرة تسمى بليالي القدر في شهر رمضان أول ليلة هي ليلة التاسعة عشر من شهر رمضان وهي الليلة التي في صبيحتها عند فجرها وقع السيف على رأس أمير المؤمنين إنها ليلة جرح أمير المؤمنين هكذا نحن نعرفها في ثقافتنا الشيعية في هذه الليلة وقع خلل في الحائط الغربي لمسجد الكوفة اليوم يوم الاثنين في تلك الليلة في ليلة جرح الأمير في ليلة التاسعة عشر من شهر رمضان وقع خلل في الحائط الغربي لمسجد الكوفة هل وقوع الخلل هذا سأعرضه عليكم بالصور وبالفيديوات هل وقوع الخلل هذا في هذه الليلة من دون حكمة من دون تقدير أم هناك تقدير نحن نتحدث عن الكوفة عن عاصمة المشروع المهدوي ونتحدث عن مسجد الكوفة الأعظم الذي هو مفردة من أهم مفردات المنظومة المعنوية العقائدية الكوفية وهذه المنظومة رباطها رباط وثيق بالمشروع المهدوي الأعظم فهل هذا الحدث كان حدثا عاديا لا نعبأ به مثل ما يحدث خلل في بناء المستشفى مثلا في مدينة الكوفة مثل ما يحدث خلل في بناء أي دائرة من دوائر الدولة أم أن القضية تأخذ بعدا آخر هذا الأمر أعيده إليكم أنا قدمت لكم المعطيات وضعت التفاصيل بين أيديكم وسأستمر في عرض التفاصيل لكنني لا أصدر حكما ولا أفرض رأيا لي على أحد إنما أعرض المعطيات بين أيديكم خلل في الحائط الغربي لمسجد الكوفة خلل واضح في بناء هذا الحائط حدث في ليلة التاسعة عشر من شهر رمضان إنها ليلة من ليالي استشهاد أمير المؤمنين في المسجد نفسه فهل هذا الشق الذي صار في جدار المسجد هل هو شق عادي أم أن الشق يواسي الشق رأس علي في المسجد نفسه أنا أذكر هذا الكلام وفقا لسياق أدبي ليس إلا هل هو شق عادي مثلما يحدث شق في بيتي أو في بيوتكم أم أن الشق في الحائط الغربي لمسجد الكوفة في ليلة التاسعة عشر من شهر رمضان له خصوصية معينة وإذا نظرنا إلى التاريخ الميلادي تسعة وعشرين سبعة الفين وثلاثة تسعة وعشرين سبعة قطعا على سبيل الظن ليس على سبيل القطع إنه يوم ولادة إمام زماننا بحسب التاريخ الميلادي لن نستطيع أن نقطع بهذا لكننا إذا أردنا أن نستعمل المعادلات الرياضية في حساب التقاويم للمطابقة بين التواريخ الهجرية والميلادية جربوا ذلك فإن التاريخ هذا سيظهر لكم هناك أكثر من طريقة هناك أكثر من معادلة لا تتفق على تأريخ محدد واحد لكنها قد تتفق على فترة زمانية متقاربة فبعض هذه المعادلات تعطينا نتيجة من أن ولادة الإمام كانت في تسعة وعشرين سبعة اثمانمية أو تسعة وستين تعطينا هذه النتيجة وفي معادلات أخرى يكون التأريخ واحد اثمانية اثمانمية وتسعة وستين بفارق ثلاثة أيام هذه قضية ظنية نحن لا نملك قاعدة علمية نستطيع على أساسها أن نشخص التطابق ما بين التأريخ القمر الهجري والتأريخ الشمسي الميلادي بشكل دقيق القضية تكون تقريبية تسعة وعشرين سبعة هو يوم محتمل أن يكون تأريخ ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحسب التأريخ الميلادي أقول هذه المعطيات هل لها أهمية في الموضوع أم أن الأمر أمر عادي وهذه المعطيات تأتي بنحو عرضي لا أريد أن أركز كثيرا على هذه التفاصيل إذن حدث خلل في بناء الحائط الغربي لمسجد الكوفة هناك من الناس قالوا من أنهم رأوا شعاعا عظيما حينما حدث ذلك الخلل رأوا شعاعا عظيما في السماء وقد ضرب المكان وهناك من قال من أنه سمع صوتا عظيما وتوقع أنه انفجار هائل هذا كلام يقال أنا لا أتبناه ولا أملك دليلا على صحته ولا أملك دليلا على عدم صحته أناس يتحدثون بعضهم من المارة وبعضهم من قطان تلك المنطقة وبعضهم من حرس المسجد من حرس وحماية مسجد الكوفة هذا الكلام ليس مهما ولن أضع له اعتبارا فمثل هذا الكلام يكثر في مثل هذه الحوادث قد يكون صحيحا في أصله قد يكون مبالغا فيه وقد يكون لا أصل له أكان هناك شعاع عظيم أكان هناك صوت عظيم أم لم يكن هذه الأمور لا نملك دليلا على إثباتها ولا نملك دليلا على عدم صحتها لذلك نتركها ولا نبالي بها الذي هو ثابت على أرض الواقع أن خللا واضحا وكبيرا وبينا حدث في بناء الحائط الغربي لمسجد الكوفة ولا زال الخلل قائما يمكن للداخل إلى مسجد الكوفة من باب الحجة أن ينظر إلى يساره فيرى الخلل الشاخص والواضح في حائط المسجد يمكننا أن نطلق عليه أن شقا حدث في الحائط أن صدعا حدث في الحائط أن ثلما حدث في الحائط أن هدما ولكن من المستوى الثاني قلت لكم من أن الهدم إما أن يكون هدما كليا أن يكون إزالة وإما أن يكون تخريبا خرابا لازال الهد مقائما منذ 29 سبعة 2013 نحن اليوم في 30 2012 2021 فلا زال الهدم قائما موجودا مثل ما قلت لكم يمكنكم أن تشاهدوا هذا الثلم هذا الصدع هذا الشق هذا الخراب هذا الهدم إذا ما دخلتم إلى مسجد الكوفة من جهة الحائط الغربي من باب الحجة على يسار باب الحجة للداخل إلى المسجد وقد حاولوا حاولوا أن يضعوا له المساندة حاولوا أن يوقف هذا الثلم لكن الثلم في ازديات والصدع في انتشار هذه قضية موجودة على أرض الواقع يمكن لأي زائر لمسجد الكوفة أن يرى ذلك بأم عينه رجاء أعرض لنا مجموعة من الصور التي تعطينا فكرة عن هذا الثلم وهذا الصدع أعرض لنا الصورة الأولى هذه صورة لباب الحجة الذي هو باب في الحائط الغربي من مسجد الكوفة إذا افتردتم أنكم تدخلون من الباب فهناك ثلم واضح على يسار باب الحج أعتقد أن الصورة واضحة واضحة جدا وهي صورة أخذ فيها بنظر الاعتبار الباب وكذلك المدخل إلى المسجد أعرض لنا الصورة الثانية هذه الصورة صورة قريبة من موضع الصدع من موضع الثلم من موضع الهدم في حائط مسجد الكوفة وتلاحظون من أنهم حاولوا ترميمه حاولوا تلصيقه بطريقة وبأخرى ووضعوا بعض المساند في أسفل البناء أعتقد أن صورة واضحة وواضحة جدا رجاء أعرض لنا الصورة الثالثة هذه الصورة الثالثة للثلم من الجهة البعيدة عن الباب الصورة السابقة كانت صورة للثلم من الجهة القريبة من الباب هذه هذه الصورة صورة للثلم من الجهة القريبة من الباب الصورة الثالثة إنها إنها صورة للثلم من الجهة البعيدة عن الباب رجاء رجاء اعرضوا لنا الصورة الرابعة هذه صورة عامة منظر عام وهو منظر ليلي لباب الحجة مع مكان الهدم والثلم في الحائط الغربي لمسجد الكوفة الصورة الخامسة رجاء هذه صورة تمثل المنظر العام للحائط الغربي الباب الواضح هو باب الحجة والذي عن يساره حدث الصدع والشق في حائط مسجد الكوفة رجاء اعيد الصور مرة اخرى الواحدة تلو الاخرى كي يتأكد المشاهدون من هذه الصور بانفسهم اعرضوا لنا الصورة الاولى هذه الصورة الاولى اعرضوا لنا الان الصورة الثانية وبعدها الصورة الثالثة وبعدها الصورة الرابعة وبعدها الصورة الخامسة اعود الى الرواية اذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود في الحلقة الماضية شخصنا دار ابن مسعود وحددنا اتجاهها انها في الجهة الجنوبية الغربية وحددت وحددت لكم مؤخر المسجد الذي يتوقع ان يكون فيه الهدم الحائط الجنوب او الحائط الغربي الهدم هنا وقع في الحائط الغربي لكن من الذي قام بعملية الهدم هذه الرواية تقول اذا هدم حائط مسجد الكوفة الفعل مبني للمجهول قد يكون الفاعل مجهولا ليس معلوما ومن هنا جاءت الرواية بهذا التعبير بهذه الصيغة بصيغة ان الفعل قد بني للمجهول قطعا ليس مجهولا عند الامام صلوات الله وسلامه عليه انما هو مجهول لأهل زمان حدوث العلامة فالفاعل مجهول بالنسبة للشيعة الذين يتابعون دقائق هذه العلامة لذا جاء الفعل مبنيا للمجهول اذا هدم حائط مسجد مسجد الكوفة لو كانت الرواية تقول اذا هدم فلان حائط مسجد الكوفة فعينما نأتي لتطبيقها فلا نجد فلا نجد أن فلانا يعيش في زمان هذه العلامة لا وجود له أصلا أو من أنه سيأتي في قادم الأيام أو من أنه قد عاش ومات فإن الرواية لا نستطيع أن نطبقها على مثل هذه الحالة لكن الرواية جاءت والفعل فيها مبني للمجهول إذا هدم حائط مسجد الكوفة حائط هنا كيف نعربها إنها نائب فاعل لأن الفاعل مجهول إذا هدم هذا الفعل فعل مبني للمجهول والفعل يحتاج إلى فاعل أين فاعله هو مبني للمجهول الفاعل مجهول ولذا جاء نائب الفاعل تحول المفعول إلى نائب للفاعل وإلا فإن الأصل إذا هدم فلان حائط مسجد الكوفة فحائط مفعول به لكن لأن الفاعل مجهول تحول المفعول إلى نائب للفاعل لعدم معلومية الفاعل إذا هدم حائط مسجد الكوفة هذا يعني أن الرواية تريد أن توجه أنظارنا إلى الحائط ولا تريد أن توجه أنظارنا إلى الفاعل إذا هدم حائط مسجد الكوفة متى يبنى الفعل للمجهول يبنى الفعل للمجهول في حالتين في حالة إذا كان الفاعل معلوما للجميع يمكننا أن نغض الطرف عنه فلا نذكره إذا كان الفاعل معلوما للجميع فلا نجد حاجة لذكره لأن الفاعل معروف ومعلوم لكل الذين يستمعون إلى حديثنا وإذا كان الفاعل مجهولا لا نعرفه فإننا كذلك سنبني الفعل للمجهول هذه الحالة من النوع الثاني إننا لا نعرف الفاعل إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني فالهادم مجهول فهو لا يبني لأنه مجهول ولا يريد أن يعرف المسؤولون في المسجد يقولون في علة هذا الثلم وهذا الهدم هكذا يقولون إذا ما خرجنا من مسجد الكوفة من باب الحجة واتجهنا بحيث يكون ظهرنا للمسجد وللباب واتجهنا إلى الأمام إلى الشارع العام هناك نفق بني حديثا وعمر حديثا يعرف بنفق مسلم بن عقيل إنه نفق لتسهيل حركة السيارات المسؤولون في المسجد يقولون من أنه قبل حادثة الصدع هذه التي حدثت في الحائط الغربي لمسجد الكوفة قبل الحادثة بشهرين عملية تعمير وإعمار في هذا النفق اجتملت على سحب المياه الجوفية من تحت نفق مسلم بن عقيل هم هكذا يقولون سحب المياه الجوفية من تحت نفق مسلم بن عقيل هي التي أدت إلى هذا الثل قد يكون هذا الكلام صحيحا وقد يكون هذا الكلام ليس صحيحا الاحتمال قائم ربما إذا كان الأمر كما يقولون فإن الذين قاموا بعملية سحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل هم الذين هدموا هذا المسجد قطعا ليس بقصد منهم لكنهم هم الذين هدموا هذا الجزء من مسجد الكوفة فسيكون حينئذ الفاعل مجهولا سيكون الهادم مجهولا فإن المشرفين على إعمار نفق مسلم بن عقيل مجموعة الأمر لم يكن متعلقا بشخص واحد مجموعة هم الذين أخذوا القرار بسحب المياه الجوفية وبعد ذلك قاموا بتنفيذ هذا القرار وهذا المخطط ومن دون قصد سيء قطعا فمن هنا سيكون الهادم مجهولا ليس مشخصا بالدقة وليس هناك من قصد للهدم الرواية يظهر منها هذا المعنى لا أقول بشكل قطعي لكن الرواية يظهر منها أن هدما سيقع في جانب في جزء من المسجد والهادم مجهول ولا يوجد في الرواية ما يشير إلى أن الهادم يكون بقصد سيء والرواية أشارت إلى أن هادمه لا يبني لأن الهادم مجهول هنا إلا إذا أردنا أن نعتبر المجموعة بكلها التي أشرفت على إعماري وبناء وهندستي وسحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل اعتبرناهم جميعا من أنهم هادمون لحائط مسجد الكوفة ولا أعتقد أن الرواية في مجمل ألفاظها وسياقها تشير إلى هذا هذا كلام المسؤولين في المسجد قلت لكم قد يكونوا صحيحا وقد لا يكونوا صحيحا وفي الحقيقة إنني سألت مهندسين عراقيين من العراق في داخل العراق وسألت أيضا مهندسين عراقيين يعيشون خارج العراق وكنت قاصدا أن أسأل مهندسين عراقيين لماذا؟ لمعرفتهم بالتربة العراقية ولمعرفتهم بالمياه الجوفية في الأرض العراقية مقدارا وأثرا فطبيعة التربة وطبيعة المياه الجوفية من جهة مقدارها ومن جهة آثارها على البناء كل ذلك قد يكون له مدخلية في هذا الموضوع ومن هنا فإنني سألت مهندسين عراقيين داخل العراق وطلبت من بعضهم أن يذهبوا إلى المكان وأن ينظروا إليه بأنفسهم كي يعطوني تقييما وسألت مهندسين عراقيين يعيشون خارج العراق في أوروبا اختلفت الآراء الذين في داخل العراق قبلوا بهذه الفرضية بفرضية أن سحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل قد يكون سببا وقد يكون سببا وجيها وسألتهم كيف يمكن إصلاح هذا الثلم قالوا لابد من هدم الحائط لابد أن يهدم الذين يعيشون خارج العراق باعتبار أن خبرتهم التي اكتسبوها في البلاد الأوروبية تختلف عن خبرة المهندسين داخل العراق استبعدوا ذلك وحينما سألتهم عن طريقة الإصلاح قالوا ليس هناك من ضرورة للهدم مثل ما قال المهندسون داخل العراق قالوا يمكن الترميم ويمكن الإصلاح لهذا الخلل في حائط مسجد الكوفة من دون هدمه وهده إلى الأرض هذه خلاصة لما حدث على الأرض السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقوم بإصلاح هذا الخلال سأجيبكم عليه ولكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل عندنا فيديوهات نهارية وفيديوهات ليلية رجاء أن اعرض لنا الفيديو النهاري الأول والذي يعرض لنا الصدع والثلم والهدم من الجهة البعيدة عن الباب وليس من الجهة القريبة من الباب الفيديوهات قصيرة أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر فيها رجاء اعرض لنا الفيديو الأول هذا هو الفيديو الأول وأعتقد أن صورة الثلم واضحة وكذلك المساند التي حاولوا أن يجعلوها ساندة لهذه القطعة التي قد خرجت بعيدا عن أصل البناء هم يتوقعون أن الحائط سينهدم من عند نفسه ولذلك هيأوا المكان حوله لذلك المكان لتوقعي أن يحدث انهدام في هذا الحائط رجاء رجاء أعيد لنا الفيديو مرة أخرى ننتقل إلى الفيديو الثاني والفيديو الثاني هو فيديو نهاري أيضا يعرض لنا الصدعة من جهة الباب من جهة باب الحج هناك حواجز وهناك مساحة تركت لتوقعي أن يحدث انهدام فحتى يكون الزائرون في مأمن من ذلك فهم يتوقعون منذ البداية انهدامه عندنا فيديو ليلي للصدع من جهة الباب هذا هو الصدع واضح جدا في هذا الفيديو الليلي وهذا الباب هو باب الحج في الحائط الغربي من مسجد الكوفة الفيديو الرابع هو الآخر فيديو ليلي فيه منظر عام لحائط المسجد والشارع الذي يقع عليه المسجد رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو هذه الفيديوهات هي بتصوير هي بتصوير ارضي هناك تصوير من الاعلى عبر طائرة التصوير ساعرض لكم فيديو وسأشخص عبر الاسهم المواطنة المهمة التي حدثتكم عنها رجاء اعرضوا لنا الفيديو النهاري الاول هذا هو مسجد الكوفة وتلك قبة مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه ستظهر عندنا الاسهم السهم الابيض يشير الى اثار قصر الامارة السهم البرتقالي يشير الى باب الحج عند الحائط الغربي والذي يقع الثلم والصدع والهدم بجانبه السهم الاسفر يشير الى دار امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والتي هي اساسا دار ابن اخته انه جعدة ابن هبيرة المخزوم رضوان الله تعالى عليه السهم الاحمر يشير الى مرقد ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه اما السهم الاخضر الفاقع في خضرته فهذا تشخيصي انا لموضع دار عبد الله ابن مسعود هذه الدار التي ذكرت في الرواية الشريفة التي انا بصدد شرحها وبيان مضمونها مرة اخرى وبشكل سريع السهم الابيض قصر الامارة السهم البرتقالي باب الحج الذي بقربه الصدع والثلم والهدم السهم الاصفر دار امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه السهم الاحمر مرقد ميثم التمار السهم الاخضر ما اتوقعه بحسب القرائن التي ذكرتها لكم من ان دار عبد الله ابن مسعود هي هذه التي يشير اليها السهم الاخضر قطعا انا اشير الى موقعها الجغرافي وان لا ليس هناك من دار لابن مسعود في ايامنا هذه رجاء اترك الفيديو يتحرك ستأتينا لقطة اخرى تظهر فيها الاسهم الاسهم بنفس الالوان السهم الابيض يشير الى قصر الامارة البرتقالي يشير الى باب الحجة والاصفر الى دار امير المؤمنين والاحمر الى مرقد ميثم والاخضر الى المكان المتوقع لدار عبد الله ابن مسعود رجاء رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وبين موقع دار عبد الله ابن مسعود هذا الخط البنفسجي ما بين باب الحجة حيث الثلم وما بين موقع دار عبد الله ابن مسعود بالضبط مثل ما في الرواية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فهذا مؤخر المسجد ومما يلي دار ابن مسعود بالضبط هذا الوصف الذي في الرواية ينطبق على هذا الذي أمامكم في الشاشة رجاء عودوا بنا إلى اللقطة السابقة في هذا الفيديو نفسه إلى اللقطة السابقة الأولى التي وضعنا الأسهم فيها في بادئ الأمر أيضا أوصلوا خطا مستقيما ما بين باب الحج وبين موضع دار عبد الله ابن مسعود ربما تكون هذه اللقطة أوضح وأبيان مثل ما جاء في الرواية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود أعتقد أن الصورة باتت واضحة ننتقل إلى الفيديو الليل الثاني إذا وصلنا إلى اللقطة المناسبة فضعوا الأسهم على المواطن والمواضع نفسها هذا هو مسجد الكوفة وهذه هي الأسهم هذا الفيديو ليلي الأسهم هي الأسهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة البرتقال يشير إلى باب الحج الذي عنده الصدع والثل الأصفر يشير إلى دار الأمير صلوات الله عليه الأحمر يشير إلى مرقد ميثا والأخضر الفاقع يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود رجاء ضعوا خط واصلا بين باب الحجة وبين موضع دار عبد الله بن مسعود أعتقد أن الصورة باتت واضحة استمروا في الفيديو إذا كان هناك من بقية لهذا الفيديو أنتقل بكم إلى الفيديو الأخير وهو الفيديو السابع من مجموعة هذه الفيديوات حيث يبدأ التصوير من جهة مرقد ميثا رضوان الله تعالى عليه باتجاه مسجد الكوفة هذا هو مرقد ميثا ويبدو من بعيد مسجد الكوفة والأسهم هي الأسهم السهم البرتقالي يشير إلى باب الحج حيث يجاوره الصدع والثل والسهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه والسهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة والسهم الأحمر يشير إلى مرقد ميثا والسهم الأخضر الفاقع يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وموضع دار عبد الله بن مسعود هذا هو الخط الواصل بين هاتين الجهتين التي ربما تتحدث الرواية عنهما اذا 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 هدم حائط مجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبني اعتقد ان صورة باتت واضحة لديكم انا احدثكم عن شيء موجود على ارض الواقع بامكانكم ان تتأكدوا منه بانفسكم لكنني لا افترض بشكل نهائي ان الرواية تنطبق على هذه التفاصيل التي عرضتها لكم هناك احتمال ان الرواية تنطبق على هذه التفاصيل لا نملك دليلا قطعيا على ذلك لان الهدم له معنيان اذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره ربما تقصد الرواية هدما كليا لهذا الحائط ان يقع الحائط بتمامه على الارض وربما يكون الهادم معلوما معروفا هذه الاحتمالات قائمة قد يكون في زمان قادم لكنني جئت بهذه الصور وبهذه الفيديوات مثالا مقربا ومقربا جدا لما جاء في هذه الرواية ومن يدري ومن يدري ربما ان الرواية تتحدث عن هذه الواقعة وهي واقعة غريبة الواقعة حدثت في 29 سبعة 2013 ميلادي لماذا لم يقم المسؤولون بإصلاح هذا العيب اتعلمون لماذا هناك تسريب من داخل اجواء المسؤولين اتحدث عن المسؤولين الذين كانوا في زمان الواقعة لان الواقعة قد حدثت في السنين الماضية 29 سبعة 2013 نحن اليوم في 30 12 2021 حينما حدث هذا الصد حدث هذا الخراب والذي ربما يكون بسبب سحب المياه الجوفية من نفق مسلم بن عقيل صلوات الله عليه من النفق المسمى باسمه حيث تنطبق الرواية عن امامنا الصادق من ان الخراب في جامع الكوفة يكون من العمران بسبب التعمير هناك حدث الخراب هنا والفاعل سيكون مجهولا ومن هنا جاء التعبير بفعل مبني للمجهول اذا هدم حائط مسجد الكوفة من دون ذكر الفاعل لما وقع هذا الخلل المسؤولون ارادوا ان يقوم بعملية هدم للحائط وان يعيدوا بناءه لان المهندسين هكذا اقترحوا هذه معلومات مسربة من اجوائهم هكذا وصلتني فهناك من نبههم الى ان رواية موجودة تقول من ان هادمه لا يبنيه فتشاؤموا من الامر وحاولوا اصلاح العيب بهذه الطريقة هذا هو السبب في ترك هذا العيب من دون اصلاح وهذا العيب يزداد يوما بعد يوم يقولون نتركه كي ينهدم من عند نفسه فليس هناك من هادم له هذا غباء حينما يترك كي ينهدم من عند نفسه فتارك الحائط حتى ينهدم من نفسه هو هادمه هو هادمه هذا غباء وربما هو هذا الذي يجعل العلامة واضحة من ان هادمه لا يبنيه لا اريد ان افصل اكثر من ذلك فيما يرتبط بمسؤولي المسجد لا شأن لبهم انا استعرض ما جاء في احاديثهم صلوات الله عليهم واعرض ايضا المعطيات من خلال ما يجري على ارض الواقع نذهب الى فاصل بعد كل تلك البيانات بيانات من اللغة والبلاغة والادب بيانات من الكتاب وحديث العترة بيانات من التعريخ والسيار بيانات من واقع اليوم وحاضر الزمان لن لن اقول اكثر من ذلك فلقد بينت وبينت وبينت انما اوكل الامر اليكم ساقرأ الرواية وانتم افهموها بحسب ما قدمت لكم من المعطيات والتفاصيل عن خالد القلانس عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه هذه الرواية قرأتها عليكم من غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 360 للهجرة هل تتفقون معي من ان القضية مهمة ومهمة جدا جدا انها علامة واقعية من واقع حياتنا اليومية انا لا اريد ان اقول من ان العلامة قد تحققت هذا الاحتمال قائم لان العباسيين كما يبدو هم الذين يحكمون العراق الان في النجف وفي بغداد عباسيو النجف وعباسيو بغداد هم الذين يحكمون العراق وعباسيو النجف هم الذين يحكمون الشيعة في مختلف اصقاع العالم اذ ان رقاب الشيعة بيد عباسيي النجف اعتقد ان صورة صارت واضحة وجلية لكن سؤالا يطرح نفسه هنا هذا السؤال ينبعث من خلال موقف المسؤولين اتحدث عن المسؤولين في مسجد الكوفة الذين لم يبادروا الى اصلاح هذا الخلال خوفا مما جاء في مضمون الرواية وتشاؤما السؤال السؤال يطرح نفسه هنا هل بالامكان بامكان الانسان ان يغير في مجريات الوقائع المستقبلية اذا كان عالما بتفاصيل وقوعها قبل ان تقع هل يمكن ذلك مثل ما يتحدثون في الخيال العلمي وفي افلام السفر الى المستقبل من ان الانسان يسافر الى المستقبل كي يمنع حدوث الاضرار له او لغيره من خلال الحاضر لان الحاضر سيقود الى المستقبل فاذا سافرنا الى المستقبل واطلعنا على النتائج وعرفنا ان النتائج السيئة في المستقبل سببها مقدمات في الحاضر الذي نعيشه فاذا غيرناها فان النتائج السيئة في المستقبل ستتغير باعتبار ان النتائج تتبع المقدمات هذا هو الذي يجري في الروايات الادبية للخيال العلمي وهو نفسه يجري في الافلام السينمائية في حكايات السفر للمستقبل وهذا سؤال قديم تطرحه البشرية هل بإمكاننا ان نغير المستقبل فهل هذه هي العلامة ولكن المسؤولين حينما تصرفوا بالذي تصرفوا به وحينما قرروا واتخذوا ما اتخذوا من قرار ولم يقوموا بعملية الهدم التي اقترحها المهندسون خوفا تشاؤما قطعا اذا صحت هذه المعلومات هي صحيحة ولكنني لا بد ان اقول هذا الكلام اقول اذا صحت وانا هي صحيحة المعلومات صحيحة لكن الاحتراف الاعلامية يلزمني ان اقول مثل هذا الكلام فهل هم قادرون على تغيير مجريات هذه العلامة قطعا اذا كانت هي هي التي قصدتها الرواية الشريفة كلامنا مبني على احتمالات نحن لا نعلم الغيب ولا نملك الحقيقة الكاملة انما نتلمس السيرة والحركة في فلك الحقيقة من خلال المعطيات المتوفرة لدينا فهل بإمكان الإنسان أن يحدث تغييرا في مجريات علامة من العلامات المهدوية مثلا كهذه العلامة وبغض النظر عن العلامات المهدوية هل بإمكان الإنسان أن يحدث تغييرا في مجريات الأحداث المستقبلية والوقائع القادمة إذا كان عالما بتفاصيلها هل بإمكانه وهو في حاضره أن يتصرف بنحو وبآخر كي يحدث تغييرا في مجريات وتفاصيل الوقائع القادمة الجواب نعم بإمكان الإنسان أن يفعل ذلك ولكن بحدود نحن عندنا في باب الدعاء الدعاء وسيلة إنسانية يستطيع الإنسان من خلال الدعاء الذي تتوفر فيه حقائق الاستجابة يستطيع أن يغير القضاء المبرم إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 462 الباب الذي عنوانه أن الدعاء يرد البلاء والقضاء أقرأ بعضا من هذه الأحاديث على سبيل الأنموذج على سبيل المثال الحديث الأول عن حماد بن عثمان قال سمعته سمعته سمع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الدعاء يرد القضاء قضاء قضي في السماء لا بد أن يتحقق في الأرض لكن الدعاء يرده إن الدعاء يرد القضاء يرده بالكامل لا أن يؤثر في بعض مجرياته في تغيير تفاصيله أو في تقديمه أو تأخيره وإنما يقضي عليه بالكامل يرده ردا كاملا إن الدعاء يرد القضاء ينقضه ينقضه نقضا ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما السلك هو أن نجمع خيوطا خيوطا من حرير خيوطا من صوف خيوطا من معدن من المعادن نقوم بجمعها ونقوم ببرمها برما شديدا حتى تتحول تلك الخيوط إلى سلك واحد متماسك متماسج وبعد ذلك نقوم بنقضه نقوم بفتح خيوطه خيطا خيطا فينتفي وجود ذلك السلك لأن وجوده كان قد أنشئ من اجتماع تلك الخيوط فحينما نقضنا الخيوط إن كانت من حرير أو كانت من صوف أو كانت من معدن حينما نقضناها انتقض السلك إن الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما الذي أبرم إبراما هو السلك وكذلك القضاء السلك يبرم إبراما والقضاء يبرم إبراما أيضا الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا الحسني إنه موسى ابن جعفر صلوات الله عليهما يقول إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر حتى الذي لم يقدر قلت وما قد قدر عرفته فما لم يقدر قال حتى لا يكون حتى لا يكون الذي لم يقدر وأنت تتوقعه أن يقدر فإن الدعاء سيرده سيستجاب فلا يقدر هذا الذي أنت تتوقعه أية قوة في الدعاء إمامنا الكاظم يقول إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر عمر بن يزيد يقول قلت وما قد قد عرفته هذا أمر مقدر سيقع فما لم يقدر الذي لم يقدر ما هو قال حتى لا يكون هذا أمر يتوقع أن يكون حين إذن يرتفع الدعاء من الداعي فيمنع أن يكون ذلك التقدير هذا منع للتقدير قبل أن يقدر الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء نزلت به الملائكة وقد أبرم إبراما حان وقت تطبيقه لكن الدعاء يرده إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما الأحاديث وفيرة كثيرة في هذا المضمون أكتفي بهذه الأمثلة هذه الأحاديث تخبرنا من أن الإنسان بإمكانه أن يغير المستقبل هذا أسلوب من الأساليب هذه وسيلة من الوسائل قطعا نحن نتحدث عن علامة حائط مسجد الكوفة قد لا يكون الدعاء جاريا هنا وإن كان يمكن أن يجري الدعاء يمكن أن يجري في كل الصور وفي كل الإحتمالات لكن الأحاديث هذه تخبرنا عن أن الدعاء يرد القضاء فهذا باب هذا وجه من وجوه إمكان أن الإنسان يتحكم بالمستقبل قطعا في جانب من في جزء من في جهة من نذهب إلى فاصل في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم لا أريد أن أقف عند الآية وتفاصيلها الآية واضحة إنها تتحدث عن الذي واجهه بن إسرائيل حينما كانوا في مصر وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم أقف عند هذه الكلمة يذبحون أبناءكم لماذا أصدر فرعون أمره بمراقبة نساء الإسرائيليين فأي امرأة كانت حاملا أوكل بها نساء من القوابل فحينما تند تلك المرأة الإسرائيلية فإن القوابل تأخذ الطفل الطفل منها كي يذبح وكي يقتل الآية تشير إلى هذا المعنى يذبحون أبناءكم لماذا لأن أخبارا وصلت إلى فرعون من أخبار المستقبل من أن إسرائيليا سيولد في هذه السنوات هو هذا الذي سيقضي عليك من هنا اتخذ قراره أن يذبح كل مولود يولد في بني إسرائيل الجواسيس يتجسسون له من الرجال والنساء أي امرأة تكون حاملا توضع تحت المراقبة وتسلم إلى القوابل ويأخذ طفلها منها بعد أن تلت وقد ذبحوا كثيرا من أطفال بني إسرائيل علهم يذبحون موسى موسى نشأ في بيته نشأ في قصر فرعون هكذا نقرأ في سورة طه في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى يا موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إلى آخر الآيات فرعون غير مسار الأحداث لو أنه لم يفعل الذي فعل من ذبحه لأطفال بني إسرائيل لما جرت هذه الواقعة لما وضع موسى في التابوت وحمله الماء إلى قصر فرعون وتربى ونشأ في قصر فرعون الأصل في الواقعة أن موسى يولد في دار أبيه ويتربى في حجر أمه لكن فرعون تدخل في هذا التقدير فجاء التقدير بهذه الصورة يمكن للإنسان أن يتدخل بطريقة وأخرى لكنه هل يستطيع أن يصل إلى مبتغاه لن يستطيع أن يصل إلى مبتغاه بشكل كامل إلا في حالات تكون مستثنات السؤال هل يستطيع الإنسان من خلال معرفته بمجريات وقائع المستقبل أن يغير فيها الجواب نعم ولكن بحدود هل بإمكانه أن يغير الواقعة لصالحه كما يريد يمكن ذلك لكنها حالات مستثنات كما جرى في قصة قوم يونس إذا بقي عندي وقت سأحدثكم عنها المقدر أن موسى يولد في دار أبيه ويتربى في حجر أمه هذا هو السياق الطبيعي للأحداث النبوءة موجودة المعلومة الغيبية المستقبلية موجودة وصلت إلى مسامع فرعون تدخل فرعون لما تدخل فرعون تغير مسار الواقعة ولكنه تغير بشكل عجيب بشكل غريب لأن الأمر هذا لا بد أن يقع قد يقول قائل من أن التقدير أساسا أن فرعون يقوم بالذي قام به كي يصل موسى إلى قصر فرعون وكي ينشأ في قصر فرعون ليطلع على أسرار فرعون هذا ما سأحدثكم عنه في قادم الحلقات وقد أشرت إليه سابقا من أن الأمور تظهر في صورة على خشبة المسرح وهناك شيء في الكواليس هذا سيكون من شأن كواليس التقدير لكنني أتحدث في أصل الموضوع في بداياته التقدير الاعتيادي أن موسى يولد في دار أبيه ويتربى في حجر أمه وينشأ بين الإسرائيليين لا بين آل فرعون وبعد ذلك تجري الأمور بأسبابها وبحسب ما قدر لها من أن موسى سيتغلب على فرعون لكن علم فرعون بالنبوءة المستقبلية وبحكم الإمكانات التي عنده وبحكم طغيانه وبحكم الدفاع عن نفسه فعل الذي فعل فخرج موسى من المخطط الأول أن ينشأ في دار أبيه أن نشأ في دار فرعون ففرعون تدخل وغير في مجرى الحدث لكنه هل استطاع أن يغير مجرى الحدث لمصلحته ذلك الذي لم يحدث لم يتحقق بل الذي تحقق خلافه ونقيضه نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو الإرشاد للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية إنها طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قوم المقدسة صفحة 247 لما أخذ عبيد الله ابن زياد ميثم التمار واعتقله ماذا قال له ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك فهذا الأمر كان معروفا عن ميثم عن ميثم عن رشيد الهجري عن هؤلاء وأمثالهم ابن زياد يقول لميثم ما أخبرك صاحبك يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك فأجابه ميثم قال أخبرني أنك تصلبني عاشر عشرة أنا أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة المطهرة مكان تغسيل الأموات قال لنخالفنه سعي من عبيد الله ابن زياد لمخالفة هذه الواقعة المستقبلية صار على علم بها وسأل ميثم ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك قال أخبرني أنك تصلبني عاشر عشرة أنا أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة قال لنخالفنه ميثم قال له كيف تخالفه فوالله ما أخبرني إلا عن النبي عن جبرائيل عن الله تعالى فكيف تخالف هؤلاء ولقد عرفت الموضع الذي أسلب عليه أين هو من الكوفة وأنا أول خلق الله ألجم في الإسلام ألجم كما يلجم الفرس يلجم فمه لأنه كان يتكلم وهو مصلوب بفضائل أمير المؤمنين فألجم الأمير أخبره من أنك أول شخص في الإسلام ستلجم ستلجم بلجام الخيل كما تلجم الأفراس هذه معلومة مستقبلية ميثم أخبر بها ابن زياد ميثم متأكد من أن ابن زياد لن يستطيع أن يغير شيئا الشيء الوحيد الذي استطاعه ابن زياد ربما أخر عملية اللجم فبقي ميثم يتكلم إلى أن أخبروه قالوا له قد فضحكم هذا العبد فقال ألجموه عملية اللجم تأخرت فقال ألجموه ألجموه لما صلب عند بابي عمر ابن حريث صلب ميثم قال عمر ابن حريث قد كان والله يقول إني مجاورك وكان يقول له أحسن جواري هو فهم أن الجوار وقت الصلب فلما صلب ميثم عمر ابن حريث هو من أعداء أهل البيت عمر ابن حريث من أعداء أهل البيت لكنه كان شخصية مرموقة اجتماعيا فلما صلب أمر جاريته من عمر ابن حريث أمر جاريته بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره أراد أن يحسن الجوار باعتبار هو من وجهاء الكوفة فبما أن ميثم التمار قال له أحسن جواري فأراد أن يحسن جواره بهذا الأمر الشكلي وإلا فهو من أتباع بني أميه وهو الذي صار صاحب الشرطة عند ابن زياد هذا عمر ابن حريث هو الذي صار صاحب الشرطة عند عبيد الله ابن زياد بحسب الخبر المذكور هنا من أن عمر ابن حريث أمر جاريته بكنس تحت خشبته تحت خشبته ميثم ورشه وتجميره المراد من التجمير أن جاءت بشيء من البخور التجمير هو التبخير هو التبخير بالبخور الطيل وربما ساعد هذا على اجتماع الناس عند خشبة ميثم وهو يحدثهم عن فضائل أمير المؤمنين وعن مطاع أعدائه لعنة الله عليه على أي حال فإن ابن زياد أراد أن يغير فعينما غير أخر عملية اللجم فعادت عليه بالفضيحة يمكن للإنسان أن يغير في بعض المجريات إذا إذا توفرت له الأسباب ولكن هل يكون ذلك في صالحه لقد كان أمرا معاكسا منافرا لما أراده فرعون وهنا وهنا صار أمرا منافرا لما أراده عبيد الله ابن زياد الكثير من الوقائع والأحداث ما بين القرآن وما بين حديث العترة في هذا الموضوع الحساس سأتناوله لكم في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الحديث لازال للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم دعاء جميعا في أمان الله شكرا